السلام عليكم ازايكم يا بنات عاملين ايه؟ وحشيني جدا من الفيديو اللي فات النهاردة مكملين مع بعض طريقة عمل طقم حمام بالكروشي وهنتعرف مع بعض على طريقة عمل الدواسة اللي بتكون قصاد القعدة زي ما احنا شايفين كده ده شكلها وبرضه هنعرف مع بعض طريقة عمل الدواسة اللي بتكون تحت الحوض وده الشكل بتاعها زي ما احنا شايفين ااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا يوصلكم جديد الفيديوهات ولو انتم تابعين يا ولكم بالحلوين لايك وشير لسحكم علشان يستفيدوا زيكم يلا بينا يلا بينا طبعا انتم فاكرين الشكل ده انا عملته لكم في الفيديو الاولاني والتاني هنكمل على الشكل ده احنا هنشتغل في الجزء اللي تحت بس زي ما احنا شايفين كده بنعمل غرزة غرزة وبعدين بنعمل سلسلة من ثلاث غرز وبعد كده هنعمل ايه هنعمل هنا عمود بلفة وفي الغرزة اللي بعدها برضو هنعمل عمود بلفة ونيجي هنا في السلاسل اللي قصدنا دي احنا عندنا السلسلة من غرزتين هنعمل في كل سلسلة عمودين بلفة ادي اول عمود وبعدين هنعمل تاني عمود وهنيجي للسلسلة اللي بعدها هنعمل عمود وبعدين العمود التاني وفي السلسلة اللي بعدها برضو هنعمل عمودين لحد ما بنوصل للاخر عند اه هنا كده زي ما احنا شايفين ادي اخر سلسلة عملنا فيها عمودين و ادي المروحة احنا بناخد الجزء الاول من المروحة اللي هما العمودين دول بنعمل فوق كل عمود بنعمل عمود بلفة وبعد كده في السلسلة بتاعة المروحة بنعمل عمود واحد زي ما احنا شايفين كده اه بالشكل ده وبعد كده هنيجي للصف اللي بعدين هنكمل بنفس الطريقة هنطلع بسلسلة من 3 غرز وهنرجع اهو كده هنعمل ايه بقى هنعمل فوق كل عمود هنعمل عمود بلفة زي ما احنا شايفين كده فوق كل عمود بنعمل عمود بلفة وهنفضل ماشين بنفس الطريقة لحد اخر اه الصف اهو كده عمود بلفة واحدة وعملنا فوق اه اه فوق الصف اللي عملناه عملنا صفين كمان بنفس الطريقة عمود بلفة واحدة بعد كده بقى هنبدأ نحدد اللي هي الجزء اللي بيبقى اه فيه الدايرة بتاعة اه الاعداء هنعمل ايه هنعمل هنا سلسلة من 3 غرز وبعدين هنعمل عمود بلفة دي واحد وبعدين التاني وبعدين التالت وبعدين الرابع وبعدين الخامس اهو بالطريقة دي كده وبعدين العمود السادس اهو زي ما احنا شايفين كده ده شكل الاعمد وبعدين العمود السابع وبعد كده هنعمل سلسلة من 3 غرز تانيين وهنيجي فوق كل عمود هنعمل عمود يب احنا كده عملنا سبع اعمدة وسلسلة من 3 غرز فوقها برضو هنعمل سبع اعمدة وسلسلة من 3 غرز وهنفضل ماشين بنفس الطريقة نعمل حوالي 11 صف اهو فوق بعض كده بنفس الطريقة وهنا هنيجي هنا نعمل نفس الحداشر صف هنا بنفس الطريقة زي ما انتو شايفين كده اهو وبكده نبقى حددنا اه شكل الدواسة اللي بتبقى اه تحت القعدة بعد كده هنبدأ اه نعمل لها زي برواز من برا البرواز ده اه زي ما احنا شايفين هنربط الخيط كده اهو هنا علشان نبدأ نعمل غرز حشو اهو بعد ما ربطنا الخيط هنبدأ هنا زي ما انتو شايفين العمود كل عمود هنعمل فيه غرزتين حشو ادي واحد اتنين ونيجي للعمود اللي بعده هنعمل غرزتين حشو او بالطريقة دي كده وهنفضل ماشيين الصف ده كده نعمل في كل عمود غرزتين حشو وبعد ما خلصنا زي ما انتو شايفين هنا اه هنا برضو فيه اعمدة بس هنا دي اعمدة اه بالطول هنعمل فوق كل غرزة دي غرز كده هنعمل فوق كل غرزة غرزة واحدة غرزة حشو واحدة لحد ما بنوصل لنهاية الصف ده وهنرجع تاني للاعمدة هي الاعمدة الافقية دي هنعمل هنا غرزة حشو ونبدأ فيه اهو هنا كده هنبدأ هنا في كل عمود النهاية التانية اهو بنعمل غرزتين حشو زي ما احنا شايفين دي الاعمدة اللي هي الافقية في الجنب كده بنعمل في كل عمود غرزتين حشو وهنفضل ماشيين بنفس الطريقة لحد ما بنوصل لنهاية الصف ده وهنا في الغرز اللقصادي دي بنعمل في كل غرزة غرزة حشو واحدة يبقى الاعمدة الجانبية بنعمل فيها غرزتين حشو انما الافقية بنعمل فيها غرزة واحدة زي ما احنا شايفين كده اهو في كل غرزة هنعمل غرزة واحدة وبعد ما هنخلصها اهو هنمشي بقى النهاية التانية هنعمل دي اعمدة افقية بنعمل في كل عمود غرزتين حشو ونفضل ماشيين بنفس الطريقة لحد ما بنوصل للمروحة اللي احنا بدأنا منها الجزء اللي تحت اهو بالشكل ده كده زي ما انتم شايفين اهو اهو عملت غرزة حشو وهنا كمان عملت غرزة حشو ده في المروحة وبعدين هنا في السلسلة هعمل غرزة حشو واحدة تمام وبعد كده شايفين الاعمدة دي هعمل في كل عمود عمود بلفة دي واحد اتنين تلاتة وبعد كده هعمل سلسلة من تلات غرز واحد اتنين تلاتة وهقفل السلسلة في العمود اللي انا عملته ده اهو في العمود من فوق زي ما انتم شايفين كده هقفل السلسلة اول غرزة في السلسلة مع اخر غرزة هقفلها بغرزة حشو اهو كده وبعد كده هارجع اكمل تاني هعمل فوق كل عمود عمود بلفة طبعا لو انت عايزة تكملي كل غرزة حشو مفيش مشكلة بس دي بتدي شكل مختلف اهو وعيدي العمود التالت اهي هتبقى بالشكل ده كده المروحة تبقى بالشكل ده كده زي ما احنا شايفين بعد كده هكمل هعمل في السلسلة قلنا ايه غرزة حشو واحدة وبعدين ارجع اعمل تاني الاعمدة اهو زي ما احنا شايفين عملت غرزة حشو واحدة بعدين ارجع تاني فوق كل عمود هعمل عمود هعمل تلات اعمدة وادي واحد وادي التاني وادي التالت اهو زي ما انتو شايفين بالطريقة دي كده ايه زي نظام مروحة وفيها بروز من النص السلسلة فيها بروز وبعدين هنعمل السلسلة تلات غرز واحد اتنين تلاتة وهقفل اول غرزة مع اخر غرزة اهي هنا كده هقفلها بغرزة حشو وبعدين هكمل التلات اعمدة البقية ادي واحد اتنين تلاتة وبعد كده في السلسلة هعمل غرزة حشو وطبعا هرجع اقرر تاني بنفس الطريقة هعمل تلات اعمدة وبعدين سلسلة نقفلها وهيبقى الشكل كده زي ما انتو شايفين اهو بعد ما خلصت كل المروح اللي موجودة اللي هي في الشكل برجع تاني للجزء اللي هو من تحت عند المروحة الاصلية اللي عندي دي اهي اللي هي مروحة البداية بعمل فيها غرز حشو وارجع اعمل غرز حشو تاني في كل عمود افقي بعمل اهو هنا كده بعمل غرزتين حشو بنفس الطريقة اللي انا عملتها في بداية المفرش اهو بفضل ماشي لحد ما بوصل لأول غرزة انا عملتها في بداية البرواز اللي انا عملته للمفرش وبكده المفرش ده كده الجزء ده يكون خلص اهو بنقص الخيط وبكده نكون خلصنا اهو المفرش ده ونبدأ نعمل الجزء التاني اللي هو تحت اهو الحوض اهو زي ما انتو شايفين ده كده الشكل النهائي اهو بالطريقة دي كده ده كده الشكل النهائي للمفرش بعد كده هنيجي للشكل ده الشكل ده طبعا احنا هنكون عاملين اهو الشكلين دول اهو المفرشين دول طبعا انا قلت طريقتهم في الفيديو الاول والتاني اه بنربطهم ببعض من النص كده بالطريقة سهلة وبسيطة هنربطهم بغرز حشو بس هو ده اللي احنا هنعمله ان احنا هنحط اللي اتنين فوق بعض طبعا احنا عاملين اللي اتنين بنفس الغرز وبنفس المقاس وبنحط اللي اتنين فوق بعض وبنبدأ نعملهم بغرز حشو اهو بسحب بس الخيط كده علشان اساوي الاتنين من عند هنا شايفين من عند المروحة اللي انا عاملاها في الطرف فيه مروحة في الطرف اليمين وفيه مروحة في الطرف الشمال هنيجي من عند السلسلة اللي فيها المروحة وهي دي اللي هنبدأ بيها غرز الحشو بتاعتي علشان يديني شكل نص دايرة فوق وشكل نص دايرة تحت اهو بدخل الابرة كده في السلسلة اهي وبسحب الخيط وابدأ اعمل غرز الحشو اهو بالطريقة دي كده بحط الغرز فوق بعضها علشان انا هاخد كل غرزة مع التانية اللي اتنين قصد بعض اهي ادي اول عمود مع اول عمود في المروحة اللي تحتها بالطريقة دي كده واسحب الخيط واعمل غرزة حشو ونيجي للعمود اللي بعدها بنفس الطريقة اسحب الخيط وهعمل اهو هندخله هنا كده وهعمل غرزة حشو وهفضل ماشية بنفس الطريقة لحد اخر اه الصف ده اهو هنا في السلسلة هعمل غرزة حشو اهو في السلسلة شايفين وهعمل غرزة حشو كمان في نفس السلسلة يبقى السلسلة بنعمل فيها غرزتين حشو وبعد كده كل عمود بناخده مع التاني وادي وصلنا لاخر الصف عملنا كل غرز حشو المفروض بقى ان احنا نبروزها هنبروزها زي المفرش التاني اللي احنا لسه عاملينه دلوقتي بنفس الطريقة الاول هنقص اه الخيط اهو هنقص الخيط من هنا وبعد كده هنبروزها بنفس طريقة المفرش التاني اللي هو ده شايفين انا بروزته ازاي هنبروزها بنفس الطريقة وبكده اكون انتهيت من المفارش اتمنى ان الطريقة تكون سهلة وبسيطة وعجبتكم وقابلكم في فيديو جديد من فيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته السبب اشتركوا فيديوهاتي رح تetera